والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحمان أقسم وصدق والله لو أن قلوبنا سليمة لتقطعت أسفا من الحمان ما أكثر الساعات التي تتمر بنا ونحن نحرم منها لا نستجد منها تذهب سبهلنا والعمر والزمن أغلى من الثمن أغلى من الذهب وأغلى من الفضة الذهب والفضة لو ذهبت يأتي بدلها شيء لكن العمر والزمن لا أتي بدلها شيء إذا ذهب ذهب ما فيه رد ولي أخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون حتى إذا جاء أحدهم موت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا ما في رجوع إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين أنت الآن في مهلة يغتنم الوقت اجعل لنفسك حزبا من كتاب الله عز وجل اجعل لنفسك وقتا للعمل الصالح قم في آخر الليل ولو نصف ساعة قبل الفجر ناجي ردك ادعوه فإنهم تعالى ينزل للسماء الدنيا يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأوطيع من يستغفرني فأغفر له من الذي لا يقدر أن يقوم قبل الفجر من الساعة أمر بسيط جدا نحن نسأل الله أن يرحمنا برحمته لا نقوم ثلث الليل ونصف الليل لكن ألا يمكن أن نقوم نصف ساعة فقط نذكر الله فيها نتوضع نصلي ما شاء الله نوتر هذا أمر أظنه بسيطا جدا كذلك أيضا نجعل حياتنا كلها ذكرى لله فإن المؤمن الكيس هو الذي يجعل حياته كلها ذكرى لله لأن في كل شيء أمامنا آية من آية الله آية من آية الله فإذا ذكرنا هذا الشيء الذي أمامنا من آية الله ذكرنا بذلك الله عز وجل ذكرنا الله فيكون الإنسان دائما يذكر الله عز وجل بما يشاهد من آيات الله الكونية بل بما يشاهد من نفسه وتقلباته القلب الآن أنا أسألكم هل قلوبكم على وثيرة واحدة دائما لا في غفلها أحيان في إنابة أحيانا في تذكر أحيانا في حياة بينة أحيانا أحيانا يحيى قلبك حياة تتمتع بها مدة من الزمن تتذكرها ربما تتذكر حالة وقفت فيها بين أيدي الله عز وجل مصليا ساجدا قبل ثلاثين سنة أو أكثر حسب عمر الإنسان لأنها أثرت في قلب فمثل هذه الأشياء ينبغي أن نستغلها ينبغي أن نستغلها وأن لا نغفل فالغفلة موت قصر للقلب وموت للقلب يقول والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان حزنا تتقطع من حرمانها لكنها سكرى لحب حياتها الدنيا وستق القلوب سكرى بل لحب حياتها الدنيا تسعى للدنيا أولا وآخرا ينام الإنسان وهو يفك في الدنيا يسيق الله وهو يفك في الدنيا نعم ومتى تفيق قال وسوف تفيق بعد زمان متى عند الموت يفيق الإنسان يقول لا يتني فعلت لا يتني فعلت وأشد من ذلك إفاقه إذا كان يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع معقول سبيلا يا ليتني لم أتخذ ها يا ويلة ليتني لم أتخذ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاء قال الله تعالى وكان الشيطان للإنسان خذولا أو يقولها الطائب نفسا لعض عليه يقول وكان الشيطان للإنسان خذولا وهناك لا ينفع الندم عند الموت لا ينفع الندم أسأل الله تعالى لأسمائه وصفاته أن يجعلني وإياكم ممن يغفن ملوقاتها بالأعمال الصالحة وأن يثبتنا عند الممات وبعد الممات وفي يوم ليجعلنا ذيانا شهيدا إنه جواب كريم